إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحد لله بالقول النجيح ومبشراً بمحمد يدعو لي توحيد صاري إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفر اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا السبباً لمن اهتدى اللهم تقبل منا يا رب العالمين في هذه الليالي المباركات وفي هذه الساعات الكريمات واجعل هذه الأيام في موازين حسناتنا وجميع إخواننا المسلمين وبارك ذنا فيما نقول واجعله في موازين الحسنات يوم يقوم الجميع لرب الأرض والسماوات يأس الشيطان من عيسى عليه السلام ولكن الشيطان أو إبليس لا يعرف اليأس الذي معناه الانقطاع والذهاب لا هو إن يأس من ابن آدم لابد أن يوجد له طريق كما في الحديث الصحيح إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب أو يأس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم يأس أن يعبده الناس يعني أن يعودوا مشركين كما كانوا قبله ولكن اتخذ طريقاً أخر التحريش الوقيع بين الناس تجد الناس فرقاً وجماعات يكره بعضهم بعضاً يضرع بعضهم برواص الأمر القتال بين المسلمين ولا حول لقتل العذا نفس النسق كان إبليس مع عيسى عليه السلام إسراء يقول إيه لما علم بعصمة عيسى قال إن هذا عبد معصوم ليس لي عليه من السبيل ولكن سأضل به بشراً كثيراً سأضل به بشراً كثيراً اتخذ عيسى بضاعة يروجها بين الناس يروجها بالهدى والتوحيد أم يروجها بالباطل والشرك شياطين أبليس الإنس والجن يقلبون الحقائق باطلة ويقلبون الباطلة حقيقة هذه صنعتهم قال سأتخذه بضاعة سأضل به بشراً كثيراً وأبث فيهم أهواء مختلفة وأجعلهم شيعة ويجعلونه وأمه إلى هين من دون الله يجعلونه وأمه إلى هين من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بلا العظيم وقد نجح الشيطان في ذلك أيما نجاح نجح في ذلك أيما نجاح حتى من يتبعون عيسى بينهم من المشاحنات والإحن ما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله بل يكفر بعضهم بعضاً ويقع بعضهم في بعض هكذا وربما الله كان المسلمون أرفق بهم كان المسلمون أرفق بهم من أنفسهم لذلك الشيطان يأس من ذلك ولكن يأس الشيطان هذا كما قلنا بدأ يشتغل في شخص عيسى عليه السلام شخص عيسى عليه السلام وحينما نظر إلى عيسى وقد استقر في بيت المقدس في بيت لحم في الناصرة في البيت نفسه في المنطقة المباركة هذه التي ذكرها الله في القرآن قال سبحان الذي أسر بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في هذه المنطقة المباركة بدأت تظهر لعيسى المعجزات الكبرى بدأ يظهر له المعجزات القاهرة لخصومه الباهرة لعقول المخالفين القاطعة لشبهات المختلفين عيسى عليه السلام بدأ يظهر له هذه المعجزات ونبدأ بشيء من هذه المعجزات المباركة مثلاً كما جاء في غير الكتاب جاء عيسى بالبينات وجعل الكافرون يستهزئون به ويسخرون منه صلوات الله وسلموا عليه فظهر عليه في صغره أمارة أو علامة أنه يعرف الشباب والغلمانة بما اتدخلت لهم أمهاتهم ولكن كان أول شأنه في إحياء الموتة الأمر العظيم الذي أبهر عقول الناس وذلك أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي مر على امرأة جلس عند القبر تبكي فقال لها ما لك يا امرأة؟ مالك كان رفيقاً عليه السلام بأمته كان رفيقاً رحيماً بهم كما وصف ربنا تبارك وتعالى محمداً صلى الله سلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كذلك كان عيسى كان رفيقاً رحيماً شفيقاً على أمته قال ما شأنك يا امرأة؟ ما لك يا ايتها المرأة؟ قالت ماتت ابنة لي ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها وإني عهدت ربي ألا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها شيء أعجيب والله جداً هذه المرأة انقطع كبيرها على ابنتها واحترقت نفسها بكاءً على ابنتها هذا أمر فطري في النساء ولكن أن تشترط هذا الشرط أنها لا تقوم على المقبرة تقول إلا بأحد أمرين أن أذوق ما ذاقت ابنتي أي أموت أو يحييها الله لي فأنظر إليها ولن يحيي الموت إلا الله من يحيي العظام وهي الرميل قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى ولكن الله جل وعلا جعل هذه معجزة باهرة لعيسى ولكن أحب فقط أن أقول لك إيه الآية فقرانة أقول إيه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة كما بدأنا أول خلق نعيد الحمد لله فاطر السماوات الأرض قال ابن عباس ما كنت أعرف معنى فاطر حتى سمعت بدوياً يقول أنشأها أول مرة فالخلق والإنشاء من أول مرة هو المعجز ولكن هل أحد يحيي الموت غير الله؟ لا أحد ولكن الله جعل لعيسى هذه المزية لا في إنشاء الخلق من عذب ولكن أنه يحيي الموت قالت إما أن أذق ذاقها أي أموت مثلها أو يحييها الله لي فأراها مرة أخرى وتبكي 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 ولا تغادر مكانها أبداً قال لها عيسى أرأيت أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت قالت نعم يعني إن خرجت من القبر لك ونظرت إليها تعود إلى بيتك تستقر لحياتك مرة أخرى قالت نعم الموقف والله مبهر يا جماعة الخير مبهر جداً للعقول غالب على العقول وعلى القلوب لو أنك التقيت عيسى على مقبرة أم مقبرة أمك وأنت تبكي وقلت له ما قالت هذه المرأة فقال لك إذا خرجت لك فسلمت عليها وصفحتها أتعود إلى بيتك؟ ما أنت صانع ثم ترى هذا المنظر بين يديك كما وقع لإبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم ادعى على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم نعم جعل إبراهيم ذلك ثم دعاهن ليعلم أن الله على كل شيء قدير نعم الله جل وعلا يحيي ويميت ويخلق من العدم قال لها عيسى أرأيتي إن خرجت لك فنظرت إليها أترجعين إلى بيتك؟ قالت أفعل أفعل فقام عيسى للسلام فتوضأ وصلى ركعتين هل صلاة إيسى ركعتين كانت كالصلاة الله تعالى أعلم لا نجزم بذلك ولكنه توضأ على ما تعلم من ربه وصلى على ما من عليه ربه تبارك وتعالى ثم جاء فجلس عند القبر فناذى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي انتبهن السيخ هنا الدعماء نقلو بنصه فيما وقع إليه قومي بإذن الرحمن فخرجي قال الرواة فتحرك القبر ده أمر مبهر لو أنا وانت عند المقبرة والقبر تحرك بس شوية كده هنعملين طب لو الدنيا ليه شوية ضلمة شوية عتمة عندنا والقبر تحرك وسمعت أي شيء في الحق حتعمليه فتحرك القبر فنادى ثانية عليها يا فلانة قومي بإذن الرحمن فخرجي فانصدع القبر بإذن الله ثم نادى الثالثة نادى الثالثة كما في النداء الأول والثاني فخرجت وهي تنفض عن رأسها التراب فقال لها عيسى ما بطأ بك عندي أنت تأخرت ليه كنت تخرجي مع النداء الأول قالت لما جاءتني الصيحة الأولى بعث الله إلي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الثانية فرجع إلي روحي ثم جاءتني الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب شعري الله أكبر شاب رأس شعري وشاب حاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة ثم أقبلت على أمها فقالت يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين لا يناهي إلا الله الأم أم والبنت بنت الأم تحب ابنتها بفرط والبنت تحب أمها أيضا ولكن ليس كحب أمها لها ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين يا أماه يا أمه اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا لا حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت فذعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فاشدادوا غضبا وحنقا على عيسى عليه السلام طبعا أمر طبيع جدا إذا أجر الله المعجزة على يد هذا العبد المبارك سيشيع أمره سينتشر العدل بين الناس سيستقيم الناس على عبادة ربهم سيندثر الظلم ويذهب إلى واد سحيق سيعلم الناس أن الله واحد لا شرك له وأن عبده ورسوله عيسى وعليهم أن يأخذوا من عيسى ويتعلموا ويطيعوه طاعة لله جل في علاء وأن لا يشركوا مع ربهم أحدا نعم هذه العقيدة المباركة التي أبهى الظالمون فازدادوا غضبا وحنقا وغيظا على عيسى وأرادوا قتله صلوات الله وسلامه عليه أيضا مما وقع العيسى عليه السلام أنهم تحدوه أن يحي لهم ملكا من ملوك بني إسرائيل ملك مت هاته فذهب إلى قبره ودعا ربه تبارك وتعالى فدعا الله عز وجل فجاء الرجل من قبره فرأى الناس أمرا هائلا فضيعا ثم عاد ميتا كما كان هذه لا أقول كرمات هذه معجزات رزقها الله لعبده عيسى عليه السلام لماذا؟ ليحيى من حي عن بينه وأهلك من هلك عن بينه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعيسى ومن سار على نهجهما إلى يوم الدين أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح إن المسيح مبارك قد جاء بالدين الصحيح عبد الإله موحدة لله بالقول النجيح ومبشرا بمحمد يدعو لي توحيد صاري إن المسيح مبارك ونحن أحباب المسيح